ندعال نحن الآن في مسجد الأنصار في مخيم جنين والذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم حجم الدمار هنا هائل صاروخ من طائرة إسرائيلية اخترق الطوابق الثلاثة في هذا المسجد ووصل إلى آخر طابق الطابق الأرضي في المسجد نشاهد هنا قبل أن يتفجر المسجد فعليا تم تفجيره بشكل كامل هنا سهدفت طائرة حربية إسرائيلية مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين استشهد شابان وأصيب آخرون بجروح في هذه الغارة الجوية الإسرائيلية هذه أول مرة منذ عشرين عاما يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة F-16 في مخيم جنين وأيضا لأول مرة منذ عشرين عاما يقصف جيش الاحتلال ولا يتبع هذا القصف بدخول بري لقواته إلى داخل مخيم جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد سياسة جديدة في التعامل مع مخيم جنين بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة للقضاء على المقاومين الفلسطينيين في هذا المخيم بالأمس عندما تم قصف هذا المسجد لم تأتي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا الآليات العسكرية الإسرائيلية لأن مخيم جنين وبقية مخيمات ضفة الغربية بعد التصعيد على قطاع غزة يجهز المقاتلون أنفسهم لصد أي اقتحام إسرائيلي محتمل وحصل ذلك في مخيم نور شمس في مدينة طول كرم حيث قتل رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب عشر جنود آخرين عندما اختحموا المخيم في محاولة للقضاء على المقاتلين الفلسطينيين داخل مخيم نور شمس يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلم الدرس من مخيم نور شمس ولم يريد أن يكرر ذلك في مخيم جنين في العادة عندما كان جيش الاحتلال يحصل على معلومات استخبارية عن وجود خلية أو مجموعة من المقاومين الفلسطينيين داخل منزل أو مسجد أو أي مكان في جنين ومخيمها يبعث القوات الخاصة الإسرائيلية وتقتحم بعد ذلك تعزيزات عسكرية إسرائيلية وتبدأ اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين لكن هذا لم يحصل هنا في مخيم جنين جيش الاحتلال بطائرة F-16 قصف المسجد الذي كان فيه مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين الذين استشهد منهم اثنين وأصيب عرض آخر بجروح تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة جنين التفجير الذي حصل هنا بهذه الغارة كبير جدا حجم الدمار هائل ثلاثة طوابق اخترقها الصاروخ من طائرة F-16 وأيضا المنازل المحيطة بالمسجد دمرت نشاهد هذا الدمار في المنازل وأصيب أصحابها أصيب أصحاب هذه المنازل نستمع فقط لشاهد عيان كان هنا نريد فقط أن نستمع منك من الذي يصيب بداية أنا لرحم جميع الشهداء والشفاء العجل للجرحة طبعا أنا بيتي هنا يعني في اللي بعزل عن الجامع فيه بيت اللي بعزل يعني أنا سكان هذه المنطقة نقص في الجامع تقريبا الساعة ثمتين ونص ثلاثة إلا في صاروخ F-16 يعني لا خلى شبابيك ولا خلى إشي ولا خلى إشي بالذيال المحيط طبعا إصحاب بالمنازل اللي بحيطة حول المسجد طبعا في منهم إصابات ونتمنى لهم الشفاء العاجل يعني هاي همجية الاحتلال لا تدرك إنه في بيوت مخيم كثافة سكان مخيم يعني عائلات أطفال في داخل هاي البيوت يعني أصيبت أطفال بإصابات خطر كمان وبهذا المنزل في ناس من الصاوبة وبهذا المنزل وبهذا المنزل وما زلنا لليو هسا كبنا أشلاء من أشلاء الشهداء يعني إيدين شاب الله يرحموا ما زلنا من ننم الأشلاء وهاي همجية الاحتلال طلع تقدر تطلع على دماء الشهداء في السقف في أشلاءهم في كذا الرحم إلى جميع الشهداء وإحنا يعني على نهج المقاومة وعلى إحنا صحاب حق إحنا شعبا ظلمنا تهجرنا من بلادنا من الثمانية وأربعين ولا حكينا عن مخيمات اللجوء طبعا إحنا من حقنا ندافع عن أنفسنا في هذا المخيم وفي غزة وفي كل شبر في فلسطين في الداخل وفي المحتال كمان حقنا لأن الشعب إصحاب قضية إصحاب حق ظلمنا ظلمنا في الثمانية وأربعين في الاحتلال إليه خمس سبعين سنين وهو يرتكب هذه المجازر مجزرة دير يسين صبر وشتيل كل المجازر مجازر بغزة خمس تلاف شهيد أطفال أشلاء وين العالم عن هذه المجازر وين العالم طبعا المخيم يسكنه فوق العشرين ألف نسمة كثافة سكان مستبعي من أطفال من ختيارية من لا يرحم لا كبير ولا صغير كابل شهر برضو نفس الإشي اشتاح المخيم في طائرات المفخخة نزلوها قصف كمان على البيوت عزل هذا هو الاحتلال وهي ما جيت الاحتلال إحنا هاي رسالتنا لكل العالم لكل العالم توقف مع الشعب الفلسطيني وهي شضايا الصواريخ طلع لها بولاد يعني هاي شضايا صواريخ بولاد شكرا لك إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف هذا المسجد والبيوت المحيطة بهذا المسجد أيضا أصيب فيها من كانوا داخل هذه المنازل ومن بينهم أطفال أصيبوا بحالات خطيرة بحسب ما يروي شهود العيان من الجيران في هذا المسجد نشاهد في هذا المنزل الموجود في الجهة السفلية من المسجد حيث تطايرت الجدران على منازل الفلسطينيين في هذا المكان نشاهد من حجم الغارة الجوية الإسرائيلية الجدران تطايرت ويقول الأهالي إن أحد الإصابات تم نقلها من الخارج بسبب قوة هذه الغارة الجوية الإسرائيلية لم يشهد مخيم جنين ولا أي منطقة في الضفة الغربية ما حصل في مخيم جنين فجر هذا اليوم منذ عشرين عاما على الأقل منذ نهاية الانتفاضة الثانية لم يشهد أي منطقة في الضفة الغربية ما جرى هنا قوات الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرنا نضال على ما يبدو تتخذ سياسات جديدة في الهجوم واقتحام وطريقة مهاجمة المخيمات الفلسطينية أو المقاتلين الفلسطينيين في المخيمات بعد تجربة صعبة جدا هذا ما شهدناه في مخيم نور شمس بمدينة طول كرم عندما دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واختحمت المخيم بعشرات الأليات العسكرية ومئات الجنود وقتل رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ جيش الاحتلال في القصف من الجو وتحديدا في مخيم جنين الذي فيه عشرات إن لم يكن مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين يجهزون أنفسهم باستمرار لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي وزادت كمية تجهيز المقاتلين فعليا بعد الحرب على قطاع غزة لأن مخيم جنين يقول إن الدور القادم عليه هذا ما يقوله المقاتلون هنا وبالتالي هم يجهزون أنفسهم لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لأي اقتحام إسرائيلي محتمل لكن هذه المرة جيش الاحتلال جاء من الجو ضرب المخيم من الجو عدد الشهداء الفلسطينيين نضال بعد هذه الغارة الجوية على مخيم جنين وبعد اقتحام أيضا واسع لبلدة قباطيا جنوب مدينة جنين صباحا هذا اليوم واختحام لمدينة نابلس واختحام لمدينة طوباص ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى تسعين شهيدا وهناك أيضا أكثر من ألف وأربعمائة جريح في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تصعيد واضح وبدأ فعليا جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الغارات الجوية الإسرائيلية بالضرب بالغارات الجوية الإسرائيلية في الضفة الغربية هذا تطور غير عادي هنا في الضفة الغربية وقد يكون فيما بعد خطوات مختلفة للمقاتلين الفلسطينيين لكي يجهزوا أنفسهم ويحموا أنفسهم بعد أن أخذوا كل الاحتياطات تحسبا لاقتحام إسرائيلي محتمل بالآليات العسكرية الإسرائيلية كما يحصل في السابق ولكن قد يشير أيضا هذا الأمر النضال إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة غير مستعد لاقتحام مخيم جنين وغيره من مناطق الضفة الغربية بآليات عسكرية إسرائيلية كبيرة وما إلى ذلك لأن هناك كما نشاهد فيها الضفة الغربية لا يوجد جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى على الحواجز هم يقطعون الضفة الغربية بالسواتر الترابية بالمكعبات الإسمنتية فعلى ما يبدو جيش الاحتلال الإسرائيلي غير جاهز لمواجهة مخيم جنين بآليات عسكرية وبجنود مشاه وكما كان يفعل دائما لذلك يبدأ القصف من الجو خشية من مواجهة قد تكون عنيفة جدا هذه المرة في مخيم جنين نظرا للغضب الذي يعيشه الناس بشكل عام نتيجة للصور القادمة من قطاع غزة واستمرار المجازر في قطاع غزة ونتيجة أيضا لحرص المقاتلين الفلسطينيين في مخيم جنين وحضرهم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كما يقولون هنا وفي كل مخيمات الضفة الغربية سيأتي الدور عليهم بالاختيالات وارتكاب المجازر لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصدر صورة انتصار لم يحصل عليها لغاية الآن في قطاع غزة هذا حديث المقاتلين هنا نضال